صباح الخير يا جماعة. النهاردة هنستكمل الابليكيشن ستاعتنا في السوق سيكوشن. لو تفتكروا احنا بقلنا محاضرتين بناخد اجزامفلز. المحاضرة الاولانية اخدنا ما يسمى البلين كوات فلو. عبارة عن ايه? عبارة عن اتنين بلايتز. البلايت التحتاني ثابت والبلايت الفلواني بيتحرك بسرعة فيه. وطلعنا الراسي في هذه الحالة. وعرفنا انه هو ديبندنت على نوع البراشر جريدينت اللي بيقصف. تمام? طبعا لو البراشر جريدينت زيرو. ديبقى الن occurs ان الفلو يتسم訂閱 شيردريفن فلو. له? لان اللي بنophark هو الشير افكت بتاع بتاع الموشن بتاع upper key. شفنا برضو لو في خالة ديبي باي دي اكس ناجيتيف يعني عندي ما يسمى فايبروبAubure Prematurealon lovedix Gabitениت للي بيحصل. ودير ايه تصير شيرد المدلقة لو عندي عدفرgary GocapAubour. وديد بي correspond. وشفنا في الادفرateg الان電ığ 하는데 انا ممكن لو قيمة زائلت بنوصل الى ما يسمى候 lavor Koreanship ده كانت المخاضرة الاولانية بعد كده اكلنا اجزامبل تاني برضو بس الاثنين بليتس في الحالة دي كانوا ايه سبتين سنينا الاجزامبل دي طيب فين الدرايفين فورس هنا الدرايفين فورس كان هو وبنتاني وبنتاني من سمي ان نقدر من الفلو يبقى لازم هو اللي بيخرف الفلو في هذه الحالة والرزيستنج فورس هي الايه؟ الفيسكس فورس حلينا المسألة دي المخاضرة اللي فتت طلعنا الفلوسي بروفايل طلع طرابوليك فلوسي بروفايل قدرنا نحسب ابراج فلوسيتي ماكسمم فلوسيتي وشير سترس ويلاقينا ان العلاقة بين الافراج فلوسي والماكسمم فلوسي في البلين بوسيل فلو هي تلتين يعني الافراج فلوسي تلتين الماكسمم فلوسي النهاردة ان شاء الله هناخد تلتين الاتنين اللي فاتوا كانوا كارتزين كوردينت سيستم النهاردة هنشتغل على ايه؟ سيلندريك الكوردينت سيستم وطبعا المسألة اللي تعتبر excitement الكوردينت سيستم هي اللي انتو ااخدتوا فلسانة ايه؟ في سانة ثانية بس هنحاول نوصل باستخدام naviar slowying BEydنهاردة طبعا الكورتزين كنت هتلاقين يا عمال اكتبك المعادلات ايه? من غير ما بصف ورقة السيلندريك الأشأن معادلات اا يعني اصعب شوية من الكورتزيني هنا هنلاقي معايي ورقة فيها المعادلات حنشتغل ايه؟ هنشتغل منها على الصبورة. ماشي يا جماعة? ديبقى هنشتغل النهاردة على اسم الفلو ده في الليتراتشور بنسميه الهاجن وسيل فلو. ديبقى النهاردة عايزين نحل او نعمل الهاجن وسيل فلو. آآ باستخدام زي ما قلنا اول خطوة دايما بنعملها اللي هي اخط افهم الفلو كويس جدا. فاللي احنا هنشتغل عليه النهاردة بالشكل ده. قلنا بما ان هنا اخط فين? على بداية يبقى ده حيبقى انا كانت مشتغل عايز وو. ده حيبقى الاكسي الا دايركشن اللي هو الزات وده الريد الايركشن اللي هو ايه? اللي هو ر. نصف قطر البيت دي هنسميها كابتل ايه كابتل ار والقطر كله على باترها هنسميه دي كابتل. تمام? وعندي فيا البيت دي ماشي فيا بدانستي رو. تمام? عايز احل الفلو في هذه القايم. بعد ما بنرسم بنبدأ نعمل ايه? الفطوة اللي بعديها. فلا اصلا بقى هنا عارفين الخطوات الفطوة اللي بعديها. احط لإيه? الاسممشن. اول اسممشن هل اشغال لامنال فلو? هل قدر اجيب اجزاك سوليوشن للتربلان فلو? ما قدرش. يبقى اول اسممشن هنا عندي لامنال فلو انسايد اتنين. بيبقى اني شغال على الان كومبراسيبول نيوتونيان نافير ستوكس يبقى الفردين دول خيبوا معايا. الفلو بتاع الان كومبراسيبول والفلو بتاع ايه? نيوتوني. اربعة. في رأس المسألة بيقول لك كونسيدر ستادي فلو. يبقى انا بص على الستادي فلو انسايد الفلو. يبقى انا عندي ستادي فلو. ويتبع الستادي فلو رياضيا. ان طارشل بي طارشل تي. يساوي. الصف يعني مفيش تغير مع ايه. مفيش تغير مع الزر. كمان? خمسة وستة زي ما قلنا. ببص على الان. الان مباركة والان مباركة. الفلوة ده كم ديمانشن؟ طيب في ايه دو ديمانشن؟. ار وزت. عشان كده في الحالة دي. اما بلاقي الفلو. دو ديمانشن في ار وزت. ليه اسم في حالة السيلندرق القول لسستلم انسامي النقطة من الفلو? اكسي سيمتريك فلو. بتسميه يا جماعة? اكسي سيمتريك فلو. بمعلى ايه اكسي سيمتريك فلو? يعني ما فيش تضير مع الزاوية تي. يبقى الفلو فونكشن من ار وفونكشن من ذا. وليسك تجعل ايه من فيه. تمام؟ طب number of directions. ها؟. one direction. one direction with flow بالظبط كده. في التجاه ايه يا ما? في التجاه. زد. وبالتالي ال Vr بصف والVc بكام? بسه. 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 طيب. البيب دي هلفي تأسير للبادي فورس? دي بقى رقب سبعة اللي سختت دي البادي يبقى دي من سبعة توقع المسألة بتاعتين. تمام? الخطوة اللي بعدها نبدأ بقى نطبق دي ونبسط بها ليه? ايه اللي عندي? والتلاتة مواندة. تمام? بنبدأ دايما بايه? خد بالك. اما انا قلت لك معنى كده انا شغال في الديفالوبينج ريجن ولا في الفولي ديفالوبت ريجن زي ما قلنا? ده على طول انا شغال في الايه? في الفولي ديفالوبت ريجن. يفرض رقم ستة على طول معناها ان انت شغال في الفولي ديفالوبت ريجن. تمام? خد نبدأ باول المعادلة زي بقول للي ايه? الكونتينيوتي اكوشن. طيب بتقول لي ايه? قد ايه? واحد على ار فارشل ار في ار باي دي ار زائد واحد على ار باي دي فيتا زائد باي دي فيتا زائد باي دي زائد باي دي زائد يساوي بصة. طيب المعادلة اللي قدامنا دي بتمثل الكونتينيوتي اكوشن فيه السليندريكل كوردلتس ان كومبراسوبر فيه. تمام? طيب نبدأ نبص التربل الاولية يا جماعة. اه? بصف اني اسممشن. وان دا اركشن فلو اللي هو رقم. ستة. طيب اللي هنا دي بي ثيتا باي دي ثيتا بتساوي الصف. يا اما خمسة مش دالة من ثيتا. يا اما ستة بتاعت البي ثيتا بكام? بصف ايما دا يا اما خمسة يا اما ايه? اما ستة. اوصل لايه? فارشل في زات باي زات يساوي الصفر. بمعنى. البي زات مش دالة من ايه? مش دالة من زات. وفي نفس الوقت لي لا دالة من الزبن ولا دالة من ثيتا. يبقى دالة فقط من? اه. اه. تمام? اي زات? ازا انا شغل يبقى ما بضغيرش مع ايه? مع زات. وده اللي طلعلي من بالاضافة من كده. الفلوسيتي عند الول بكام? بصفر. وعند يبقى دي زات كده دالة من? وليس دالة من زات وده اللي طلعلي فعلا من. واضح الكلام? طيب خطوة اللي بعديها انا خلصت الكونتينيوتي حنقل على التلاتة اللي عندي. طبالك انا عندي وزات مومنتم وثيتا مومنتم. بس الفلو ده معنى ان هو انه لا يعتبد على ثيتا. وبالتالي هل انا في احتياج للفيتا مومنتم? مش هبص على الفيتا مومنتم. هبص على ايه? الار والزات مومنتم. اني واحدة من الاتنين دول اللي هتديلي معادلة الحركة. ها? اني معادلة من الاتنين دول هتديلي تجاه الحركة. الزات مومنتم. نبدأ مع اني واحدة بالتانية اللي هي الار مومنتم. فتعالا نبدأ كده بالار مومنتم. اشتركوا في القناة 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 زي ما قلنا كل مرة. اخطه الترميضة بصفر بتاخد صفر في المسألة. لان بتاعتك في الاحناة هتطلع صفر بصفر صفر. ليه? هو فين هو ده. فرق في اتجاه زات. فرق في اتجاه زات. هو ده اللي بيزوق الفرو في اتجاه زات. وبتالي الترميضة هو بتاعي. تمام? طيب. الترميضة هيستنى. ده هو ده اللي من ايه? من ار. حط الترميضة بصفر بتاخد صفر في المسألة. نفس الكلام هنا. ده اللي من ايه? من ار الترميضة هيستنى. طب هنا. دي تو في زات باي دي تيتا سكوير. نحن نرفيه ده. ما فيش تغير مع دي. فرضى رقم. دي تو في زات باي دي زات سكوير. الكونتينيوتي اقويتلي ان دي في زات باي دي زات بالصفر. وبالتالي تفضل برضه هيبكامل. تصرف. دلائم روح نتيجة الكونتينيوتي. والاول مرة يظهر معي بدل ترمين في المعادلة كام? تلات ترمين. وعندي بي تو بي زات باي دي ار سكوير. واحد على ار بي زات باي دي ار الترمين دول مضربين في ايه? ترمين. بس خد بالي. الترمين دول يتجمعه في ترمي واحد. ازاي? ازاي تجمعه في ترمي واحد? خد بالي. بص معي على قلقاتي. واحد على ار. دي باي دي ار. ار بي زات باي. بس لها الترمين. واحد على ار. دي باي دي ار. ار دي في زات باي دي. وفكهول. اعنا نفكه. ايه بص كده معي. اذا واحد على ار. افتح اولا افتفاضل التانية. اديني ايه? ار. بي بي زات. ار سوير. زائد التانية افتفاضل الاولة اديني. بي زات باي. ايه اسم اللي ما بينه القصين على ار يديني ايه? دي فو بي زات. ار بي ار سوير. زائد واحد على ار. دي بي زات باي. دي بقى الترمين دول يا جبا. اللي هم نفس الترمين اللي هنا. ممكن اجمعهم في ترم واحد عبارة عن واحد على ار. دي باي دي ار. ار بي زات باي. دي ار. ممكن يجيلك شكلا في بعض الكتب بتكتب نافير ستوكس ايكوشن. تجمع لك الترمين دول الاردي في الترمين. وفي كتب اخرى بتفقهم بالترمين دول. تبقى انت عارف ان الترمين دول يتجمعهم مع بعض الترم واحد عبارة عن واحد على ار. باي بارشل ار. ار بارشل زات باي. بارشل زات باي. لو حاولت تتكامل بالصورة دي مش هتوصل لحاجة. اما تجمعهم في الترم واحد كده للوقت هتشوف ان التكامل بقى سهل جدا. وحنوصل الى ايه? الى نتيجة لهذا التكامل. تعال نكمل الجزء اللي هنا كده. ونشوف هنوصل هنا. يبقى قولنا هنستبدل السرمين دول بترم واحد. واحد على ار دي باي دي ار. ار دي زات باي دي ار. هيبقى شكل معادلة ازاي بقى? بص كده معاهم. ده هيبقى دي على ار. ار دي زات باي دي زات باي دي زات باي دي زات بصو. انا في الاخر عايز اعمل ايه? عايز اطلع دي زات كده لمن ار. بخلي الترمد افنحية وودي دي باي دي زات باي دي زات نحية التالي. عندك واحد على ار. فارشل باي فارشل ار. ار فارشل باي زات باي. فارشل ار ساوي واحد على نيو فارشل باي فارشل باي. دي لك محاجة بقى. الترم ده ده اللي من ايه? من ار. لان البي زات ده اللي من ايه? من ار. والترمد ار ده اللي من? زات. فانشن في ار دايما نساوي فانشن في زات. يبقى الاتين فانشن دول ايه? ده بيساني. معنى انه ده بيساني كونسن يعني دي باي دي زات بكونسن. ومعنى دي باي دي زات بكونسن يعني في الاكسس ماله. لو النيل كونسن يبقى توزيع الفرشل في ايه? لينير. صح ولا لا? لانا ما اتفاضل لينير ريليشن دي كونسن يبقى معنى كده الفرشل لينير في زات. طيب لينير ببوزيتف سلوب ولا بناجيتف سلوب? ناجيتف سلوب. ليه? لانا بتبدأ بالفرشل عاني وتقل. وتقل ايه دلوقتي? لينير لانا طالع عليه ان دي باي دي زات في عالم بيوساني. القرص. يبقى نا دلوقتي استفدت معلومة تالتة عرفت شكل البرشل ديستربيوشن انسايد اه لعمل الفلو انسايد الابايا. شكل البرشل ديستربيوشن عامل ازاي يا جماعة? لينير ديستربيوشن. تمام? بالناجيتف ايه? بالناجيتف سلوب. واضح الكلام ده? تمام. يوصلنا كده الى ان واحد عليهه بارشل تي بارشل زات حاجة تاية. بناء ان الديزل دلة فقط من ار ممكن احاول البرشل دريفتب الى توتل دريفتب. وبناء ان البي دلة فقط من زات ممكن برضه احاول البرشل دريفتب الى توتل دريفتب. نحصل هنا ايه? بصفنا معي. واحد على ار دي باي دي ار. ار بي دي زات باي دي ار. ساوي واحد على ار بي دي ار باي دي زات. تمام? عايزة كم? لو سبتها في الصورة دي عندي مشكلة. ليه? لما تيجي في كامل الكلام ده ده واحد على ار مضروف ده اللي في ار صح ولا لا? فدول اكي ناعدة اللي دين في ار. اعمل ايه? اضرب اللي المعادلة كلها في ايه. اضرب في ار. بص كده المغزم هي بتعمل ازاي دلوقتي? دي باي دي ار. ار دي بي زات باي دي ار. ساوي. ار على نيو. دي باي. اقدر كامل الكلام ده ولا لا? بالوقتي اقدر ايه كامل. انا بكامل هنا بالنسبة لايه? بالنسبة لار. تكامل التفاضل بتاع دلة. تكامل التفاضل يديني ايه? يديني الدلة نفسها. صح ولا لا? اما كامل بالنسبة لار بالوقتي تكامل التفاضل. الفنكشن معينة يديني الفنكشن دي. لان التكامل ما هو ايه 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 في عكس التفاصل. تمام? وبالتالي التكامل هنا هيديه ار دي بي زد بار دي ار. هتساوي. التكامل التوني ده سهل جدا. ليه? لأنا تكامل يديني ايه? تربيع على اتنين. يبقى لي هنا ار تربيع على ار دي زد زائد سهرة التكامل اللي هو ايه? اصني خطوة تكامل تانية صح ولا لا? عايز اكمل مرة تانية. تاجي لو جيت تكامل ده عندي مشكلة. ليه? ده اللي تن مضروبين في بعض. ار ودي بي زد بار دي ار اللي هي ده اللي برضو في ار. اعمل ايه? ناقس من المعادلة دي على. ار. يبقى دي بي زد بار دي ار. سو ار على اتنين ديو. دي تي بار دي زد زد تي على ار. الشكل ده ممكن اكمل. هيديني ايه التكامل دلوقتي? تكامل الترميل ايه دي? دي زد. سو. هنا هيديني ار تربيع على اربعة ميو دي بار دي زد. ايه على ار اللي هو? ايه لن ار. تكاملوا ايه لن ار. زد سابق التكامل التاني ده هور? ايه. يبقى كده انا وصلت الشكل بس لسه مش ده الحل النهائي لان في عندي اتنين ايه ودي لازم اجيبهم. هجيبهم منين يا جماعة? باوندو كوندوشن. تعالي بقى اتنين باوندو كوندوشن. ايه لدي اتنين باوندو كوندوشن. اولا عند السنتر لائن الفلوس ايه? يعني دي زد باوندو كوندوشن بصفر. وعند البيت وال عند عرب تسوي كابتل ار. الصراب كان بصفر. ابدأ باني واحد. انا اخليه باوندو كوندوشن نمبر واني اخليه باوندو كوندوشن نمبر اون. نبدأ دايما بالايه? قلنا بالفلوسة جردينت. ليه? لان معادلة الفلوسة جردينت هتلاقي فيها دايما ايه? فلو عندي باوندوشن على الفلوسة جردينت حقيقيه باوندوشن طالب. انما لو خطيك دوندوشن على الفلوسة جردينت هيبعندك ايه? اتنين كوندوشن طالب. خلي بتاعك اصعب شكل. هنبدأ الاول ده الفلوسة جردينت اللي هو الار مساوي الصفر عند دي بي زاد بي ار مساوي ايه? مساوي الصفر. طيب. بصش كده معي. ايه دي معادلة هن? خطيلي الار بصفر. دي بي زاد بي ار بصفر. ارب صفر. المكترم ده بصفر. المكترم ده بصفر يطلع الايه بكم? بزي. يبقى على طول الشرط الاولاني ده قال لي ان الخمسة كي بصفر. يبقى الترم ده اختفى واستريحت من اللوجاريثمكترم او اللي كان موجود في المعادلة. يجب ان يكدلي الى التاني. يقول لي ايه? اذا ار بنساوي كابتل ار. البي زاد بنساوي الصفر. بتساوي الصفر. احنا? احط دلوقتي في المعادلة اهي. تمام? احط البي زاد بصفر. الار بكابتل ار جيت البي على يبقى اللي حتطلع ايه? مينس ار كافتر تلبية على اربعة ايو دي بي باي بي زد. انا كده وصلت الى ايه يا جماعة? وصلت الى شكل الراسل الفايل تعالي نرسل الفايل مرة تانية. وخط شكل الراسل الفايل ونكتب المعادلة بتاعتنا اللي همستخدمها لحد اخر المخابرات الراسل الفايل. ادي محور او ادي محور زد. طلعاني بالراسل الفايل عامل ازاي اما الراسل الفايل بشكل الان. معادلته عاملة ازاي بي زد. زاوي. ار تلبية على اربعة ايو دي باي بي زد. ناقص ار كافتر تلبية على اربعة ايو دي باي بي زد. يبقى ايه دي شكل الفايل? مانظروا بهذا الشكل. الفايل عند الولز بصف. والفيلاستي عند الايه? عند المخادرة اللي فاتت. اول ما جبت ممكن اطلب منك عدد من البرو بيرتيز كتير جدا. هنطلب نفس اللي طلبنا المعادلة اللي فاتت ونزود تبا. يبقى انا طالب منك عايز العايز عايز 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 عايزين نجيب كل الكلام ده وكله خيعتمل على ايه? على اللي احنا لسه جايبين. وبالتالي الجزء ده خيبضل معنا في الصبورة كده. وحنبدأ كل الاجزاء الجاية بيست على لسه ان اللي لسه انطلعوا من الاناليس بتاع مدير ستوكسوكسش. اول حاج عايزين نجيبها لنا عايزين نجيب ال ماكسيموم براسة. انا عايز اجيب بي زد ماكسيمم. عايز اجيب الماكسيمم فيلوست. اهل هو الماكسيمم فيلوست في اللوكيشن بتاعها فين? عند البيب سنتر لاين. يعني عند ار بصفر. قولي انه مطفوض من سيادتك ان انت تعود بقعد الجيم بصفر في المعدلة. انا هتحط الار بصفر في المعدلة. وطلع لي بي زد ماكسيمم. هتطلع نائس ار كابتل تربية على انا اربعة ميون دي بي 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 زد. سؤال هل معنا الكلام دا ان الماكسيمم فيلوست في ناجاتف؟ لا لان البرشور بردن نفسه is a favorable pressure gradient. دي بي بي زدنا ساعة ناجاتف. ناجاتف ناجاتف تديني ماكسيمم فيلوست. تمام؟ يبدأ بالنسبة لدي زد ماكسيمم. عايز اجيب الفلوريت. مافيش بقى فلوريت في ريوني تويت خينا صح او لا لا. ده فلوريت في البيت. في الكروس سكشن بتاع البيت. اجيب الفلوريت ازاي? زي ما قولنا الفلوريت اعبارها عن اريا في الفلوريت. لو الفلوريت سبت على الاريا قدر اضربهم في بعض المباشرة. لان المشكلة هنا ان الفلوريت ايه فلازم اكامل. شكل الشريح هنا هيبقى عامل ازاي? هياخد شريحة الشكل ده. نصف قطرها ار وصمكها ايه? دي ار. واحسل الدي كيو كمية الفلوريت اللي ماشى في الشريحة. هتبقى كامل كمية الفلوريت دي ايه. عبارة عن الصورة اللي هي بيزة. ما دوه فيه المساحة بتاعت الشريحة دي مساحة اش اهدي كامل يا جماعة. يبقى عشان يجيل الديو. الديو ما هي الا تكامل الديو على الديو كلها. يعني تكامل اتنين اتنين باي. ار فيزة. دي ار من ار اقوال زيرو الى ار اقوال تير. عشان اقدر اعمل هزا التكامل لازم اكون اعادة في الفيزة كنلة من ايه? من ار وانا ار وانا جبتوا من ايه? من الحل بتاع ندير سوك سيديش. بعدها اخد الفلوريت نعود في علاقة الفلوريت عشان نطلع الفلوريت في البادي في هزي الحالة. بعدها نعمل الكلام ده كده. يبقى الكيو حتسامل. اتنين باي. تكامل من صفر ار. خد بالك العاية اضرب الفيزة في ايه? في ار. خد من المعادلة دي مدربة في ايه? مدربة في ار. حيبعندك ايه هنا? ار تكعيد على اربعة ميو دي باي دي زال. ناقص. ار كتل تربية ار على اربعة ميو دي باي دي زال. هكامل كل الكلام ده بالنسبة ليه? بالنسبة لها. تكامل بسيط جدا. نعمل مع بعض كده. ايه في اتنين باي نعمل التكامل ده. التكامل ار تكعيد يديني. ار والساربعة على اربعة. وهو عبطة حدود التكامل يضع على اربعة فاربعة يديني كم? يبقى عندي هنا 16 يوم يبقى باي دي زال. ناقص. التكامل الكلام ده يديني. ارتة اللي بيه على ايه? على اتنين. يبقى عندي ار اربعة هنا وتحت هيبقى عندي ايه? تمانية. يبقى اربعة على تمانية واحد على ستاشر ننقص واحد على تمانية. ننقص واحد على ستاشر. صح هو الان? درابة في اتنين. تديك ايه? ننقص واحد على تمانية. يبقى كو. هتسم. انا كانت بنين باية او. وانا هيبقى عندي? ناقص اربعة على ستاشر ليوم بي بي باية او. يبقى هيبقى الانتين زي ما قلنا في ستاشر. يبقى تحت تمانية. ثم بعد يناقص اربعة على تمانية ليوم بي بي باية او. يبقى ايه? الفلوريد اللي ماشي. ناقص اربعة على تمانية ليوم. اول ما جبت الفلوريد. لو طلبت منك دلوقتي سهل اجيبها ولا صعب? ايه علاقة بالفلوريد? بالسامي. تمام? بسيطة جدا. تعالي نعمل هناك. دلوقتي بزق ابرج. بزق ابرج. نعمل هناك. بزق ابرج. سيمة pi r square. ال pi تروح على pi. اربعة اربعة مع الار تربية يبدو الار تربية. ويضبط لكينا ناقص الار تربية على ثمانية منون بي بي 5 فيزا. هادي الـ average velocity. سؤال. قرر لي دلوقتي الـ average velocity بالـ maximum velocity. نص. واحد على الاربعة واحد على ايه؟ نصة. يبقى العلاقة بينهم فعلا زي ما اخدتوها السامة تانية ان الـ VZ average هي نص VZ maximum. Average velocity half maximum velocity. الـ VZ average تتسوي نص VZ. العلاقة بين الـ average velocity والـ maximum velocity تختلف على حسب الـ geometry بتاعت الـ problem. في الـ plane possible flow كانت العلاقة بينهم التلتين. في الـ Hagen possible flow. ايه flow inside the pipe. العلاقة بينهم تسوي ايه؟ نص. واضح كلام لحد هنا. يقدر تأجيل دلوقتي. الـ maximum velocity. الـ flow A average velocity. فعلا بس نخطوهم هنا يبقوا معينا عشان ايه؟ باقي المخاطرة يبقى الـ VZ maximum. ناقص ار تربية على اربعة منون. الـ VZ average. وVZ average. بتسوي. باقي المخاطرة يبقى الـ VZ. باقي المخاطرة يبقى الـ VZ على تماماً يون. طيب. خلصنا كده. flow rate. average velocity. maximum loss. عايزين نقلق على الـ ومع الـ عايزين نطلع الـ عايزين نطلع الـ هنعمل الكلام ده ازاي؟ عشان نعمل الكلام ده الاول تعال نعرف هو ايه اصلا الـ فكتور. يعني انتو خطوه سنة ثانية صح؟ ايه الفكتور؟ كل اللي تعرف عن الفكتور ان انا بستخدمه في حساب الـ صح ولا لا؟ الفكتور او الـ وان الفكتور ده بحسب من الـ ازاي؟ L على D. D سكوارد على اتنين جي. انما اساسه ايه؟ متعريف في القصل ايه. الـ عايزين نتكلم دلوية على الـ خد بالك انا عندي البيت دي. وقالغط البيت دي في كنترول هوني بهذا الشكل. ده البيت بول من فوق اهو. وقالل البيت بولا اهو. وعايز احسب الاتي بلواتي. انا عايز احسب الpressure drop ما بين سكشن واحد وبين سكشن واحد. كلا بنحسب الpressure drop ازاي. مين فاكر? الpressure drop هو مساوي الhead loss لان نفت بالك دي هوريزونتال pipe وايكوال كروس سكشن. تمام? فمفيش فارق في ال ايه? في ال potential energy. مفيش فارق في ال kinetic energy. الhead loss كله خيروح في ال ايه? في الpressure loss صح ولا لا? او ال primary loss كله هتروح في الpressure drop. وبالتالي اقدر اقول لك الاتي. بص في ده معاية. هقول لك ايه? هقول لك ان F L على D. P square على كين جي. هو ده اللي بيساوي ايه? الفرق ما بين P واحد اثناء اس بي كين على كين جي. المعدد دي لا ايه معدد ايه يا جماعة? ال energy equation. ال modified energy equation صح ولا لا? modified energy equation اللي خدتوها طبعا مفروض ان هلا فيه ترمية زيادة اللي هي ايه? V واحد سكويلد على اثنين جي نقص V اثنين سكويلد على اثنين جي. وفي زاد واحد نقص زاد اثنين. ال pipe horizontal. فالزاد واحد وزاد اثنين equal. وال pipe ال area بتاعتها سابتة. فال V واحد وال V اثنين ايه equal. وبالتالي ال pressure drop. جاي من ايه? من ال friction loss. واضح كلام? مفهوم الحتة دي? كويس. يبدال علاقة بين ايه و ايه? ما بين? ال friction factor وال pressure drop. تعال هنا طلع لي دلوقتي pressure drop كده اللي من friction factor. هنعمل الكلام ده ازاي? رس كده معي. الجي هتروح مع الجي. تمام? وبالتالي. T1 minus T2 بتساوي ايه يا جماعة? no change in pressure. هتساوي ايه? بص كده معي. رو F L D square على اثنين دي. اخبت الرو ده فوق هنا. طبعا عندي رو F L D square على اثنين دي. طيب دي اللي هو ايه? اثنين R صح او لا? يمكن اكتبها برضو. رو F L D square على اربعة اردو. يبقى انا جبت دلوقتي. pressure drop كده اللي من ايه? كده اللي من F. كويس. اخبت بالك. V square اللي احنا مساملينها دلوقتي ايه? VZ محفوظ. VZ ايه? Average. تمام? بداية هي هي. رو F L VZ average square على اربعة اردو. نبص على pressure drop بطريقة تانية. نبص على pressure drop بطريقة تانية. هو pressure drop ده خاص على نتيجة ايه? نتيجة ان فيه. شير سترس عند ال five four صح? في تانية. صح ولا لأ? اكتب عندي استوانة. والشير سترس على الاستوانة ده هو المكافئة اللي ايه? لل pressure drop اللي بيحصل. فلو عملنا balance of forces. لو عملنا balance of forces. هيديني ايه? balance of forces. بص كده معي. فالي pressure في واحد دقس في اثنين. في الارية اللي هي F L square. هتساوي. الشير سترس. اللي بيأثر على الارية الايه? اللاتر الارية بتاعات السيلندر. يعني اللي هو مضروف في ايه? اتنين. صح ولا لأ? بنا عملت force balance. ما بيين? pressure force والبسكس force اللي هو ما بيأثروا على الايه? على اللي احنا نسمينها في الدايجرام اللي قدام ده. لاب. برضو عايز اجيب ال P واحد. مينس P اتنين. تدل من ايه? من تاول. تطلع لي ايه بسكرة. يأتي واحد ناقص في اثنين. هتساوي. الفاي يروح معي ال P. والتربيع يروح معي ال R اللي هاني. يبضل لك ايه انا? بسكرة اثنين تاول. في قبل مقصوم على ايه? على R. طيب. تعال نساوي المعدتين ببعض عشان مطلع تعريف ال F فقا. ادي المعدنة رقم واحد. ودي المعدنة رقم اثنين. تعال نساوي واحد باتنين لان ايه P1-P2 و ايه P1-P2. تمام? فنعمل دلوقتي ايه? waiting. واحد يوسف بي. يطلع لي ايه بسكرة معي. ادي رو F L V Z Average Average Square على اربعة R هتساوي اثنين تاول في L على R. تعال نعمل السمتليفكيشن. ال R تروح معي ال R. في ال L تروح معي ال L. تمام? ال الاربعة هتروح هناك بتمانية. صح ولا لأ? يفضل لي ايه ببص كده معي. يبقى F هتساوي ثمانية تاول على رو V Z Average Square. اول سؤال. اول سؤال. هو ال F دي وحداتها ايه? لو عملت هنالسز الوحدات هنا حتى يبقى فتطلع ايه? Non Dimension. ملعيش وحدات. يبقى ده Non Dimension Parameter. رقم اتنين. هو الكلام ده شبه ايه? مش احنا قبل كده اخدنا حاجة اسمها Friction Co-Efficient. فاكرينه C F اللي هو كان تاول على One Half Rho V Square. صح ولا لأ? في كما عندنا حاجة اسمها C F Friction Factor. كان بتساوي. تاول على One Half Rho V Average. اللي يبقى One Half Rho V Average. يعني اتنين تاول على One Half Rho V Average. وكان سي افتا بتسميه Friction Co-Efficient. بمعنى. Friction Factor. او Friction Co-Efficient. ما هو الا. قد بالك من الكلمة. Non Dimensional Representation لل Wall Shear Stress. ما هو الا. Non Dimensional Representation لل Wall Shear Stress. يعني انت بتتمسل Wall Shear Stress في صورة Non Dimensional. عايز نستخدم C F اهلا وسهلا. عايز نستخدم F اهلا وسهلا. طب لو استخدمت F العلاقة ايه? تمانية تاول على روح في التعريف ده يا جماعة هو التعريف الاساسي للFiction Factor. يبقى عبرها عن تمانية تاول على روح V Z Average School. طب. عايزين بقى نستخدم التعريف ده اللي هو جانر. وتبضى على الحالة اللي عندي اللي هي ايه? لا من الفلون صحيح بقى. تعالا نعمل الكلام. ايه يا سهل حد هنا? طيب. بصوا كده معي يا رب. السياف ده قد بالي. لو تبص على سياف هو F. واحد تمانية تاول على روح V Average School. والتانية اتنين تاول على روح V Average School. يعني تبص على اللقم بينهم. هده اختلاع لي اللقم بينهم? اه. يبقى الف بتساوي ايه? اربعة سياف. يعني مروا الليسهم حاجة واحدة. وانت الاربعة ضعف التانية. ايه الفكرة? ال F او C F زي ما قلنا مشواهر. هو Non Dimensional Representation للولشي سترس. انت عايز تكتب الولشي سترس بصورة Non Dimensional ملاحيش وحدان. فممكن تستغل ماهما الف ايهما C F. وانتو عارتين من ال Dimensional Analysis فسانة تانية ان ال Non Dimensional Parameters ما يفرقش لو انت ضربتها في Constant ازمتها على Constant ازمتها على Constant. ضربت اتنين Non Dimensional Parameters ببعض. كل ده مايقصرش على ال A. ال Dimensional Analysis. واضح الكلام كده? طيب. وبقى دلوقتي انا عايز بقى اطلع ليه? الفريكشن فاكتور في حالة اللامن الفلو. هنعمل الكلام ده ازاي? قد ايه? وواضح ان هو هتعمل على ايه? على الولشي سترس. فعايزين نحسب الولشي سترس. نحسبه ازاي? اتو انا عايز اجيب دلوقتي الشي سترس. تاو. طيب و ايه تعريف التاو? U. U. Dvz بقى? عشان احسب الشير محسن ايه? افاضل بالنسبة ل L. تمام? فين العلاقة بتاعتين اللي جبتها من الان. اهي. اهي دي كده لمن L. كل اللي مطلوب من سيابتك فاضل للعلاقة دي. تطلع ايه? ساوي. ميو. اه. دي بي زاد باي دي ار. فاضل الكلام. دي بقار على الاتنين ميو دي دي باي دي زاد. والكلام ده يدين ايه? صف. تمام? كلام ده يدين صف. ده صف. صح هو ده? اللي هيديني. على الاتنين ميو دي باي دي زاد. تمام? النيو هتروح مع النيو ويفضلك على الاتنين دي باي دي باي دي زاد. كمين. انا عايز انهي شير سترس خدانك. اف متعرف على ايه? من الوال شير سترس. يعني شير سترس عند الوال. ازاي يحسب الشير سترس عند الوال ده? الشير سترس. لو عايز احسبه عند الوال. تاول. نازم تعمل ايه? هحط الار بتساوي كم? كابتل ار. دي باي ده هيبع ار على كمين? دي باي دي زاد. انا عايز هنفسي بالاف عايز المجنيتود بتاعتها وال فقط. عايز المجنيتود من غير صين صح ولا لأ? لان انا عايز الاف في الاخر اللي اطلع positive down. التمانية والرو والفيزاد كله ده positive. تاول عايز اخد المجنيتود بتاعتها عشان ما يطلع ليش اشارة ايه? ناقص. هنعمل الكلام ده ازاي? ترس كده معاك. وهنا انا عندي ايه? دي باي دي زاد ده ايه? ناجتب. فنجز ما اضربه في ناجتب عشان نيقل ايه? positive. او بمعنى اصف. انا كده كده انا عرفت ان ايه علاقنا بين البي والزاد? linear. عرفنا ان العلاقة linear. فمما ان العلاقة linear ولا البي حاجة كده. واعرف لك الpressure عند اولها في واحد. والpressure عند اخيرها ايه? في اتنين. وطول البي قلي. يبقى دي باي دي زاد حتساوي ايه? ها? لو انا بتكلم. هتبقى? نقص في واحد على قلب. اللي هو هيطلع ايه? بالساني. انا عايز الabsوليوت value هنا. فهعملها ايه? ار على اتنين. عايز اجيب الوقت الabsوليوت value هنا. عايز اجيب الabsوليوت value هنا. عايز اجيب الabsوليوت value هنا. ار على اتنين. وعلى طول اكد هنا ايه? ال Taylor. اه? هاي؟ ٤ نار سمّ ار بالتليم?Wt0ечение على ايه ت الاعتباوع الاتيه. اجيب الاعتباً. لدتاووع لديك.게 وحي بيك تشت. كميه نالتâuون؟ كويس. حاجة تانية. قبلك. بص هنا معاك. زي ما انا جبت علاقة بين التان وول والبريشل جرادين. في انا علاقة تانية هنا ما بين اي و ايه? ما بين الابرج. صح او لا? تعال برضو نكتبه. ونكتبه. ونكتبه بدلالية ايه دلوقتي? هشيل الدي تي باو ديزل واكتبه ايه? برضو. بي وان ماينس بي تو على قانت. وخلاص انا عرفت ان العلاقة لين. صح او لا? انا عاني هتساوي. بص كده معاك. ده ار تنبيه. على تمانية يوم. ناقص دي في باو ديزل اللي هي هتقدينيه كان? اي واحد. ناقص دي اثنين على ايه? كمينة. يبقى انا عندي علاقة التانية والبريشل جريديو. مع علاقة الفيزل بالبريشل جريديو. تمام? بص ما انا عايز اعمل ايه? عايز اخذ من بعضين دول. اطير في واحد ناقص دي واحد ناقص دي اثنين من المعدتين. وديب علاقة مباشرة ما بين ايه و ايه? ما بين التاول والفيزل افراج عملي. بيبقى انا عايز اعمل مباشرة دلوقتي ما بين والايه? والافراج فلحصة. تعالي نعمل كلام ده. خب بالك انا قلت لك الاف عبارة يعني اكتبه لكم هاما دلوقتي ايه. تميل تاول على رو في الفيزل افراج ايه? شوير ادي الاف عبارة ايه. شوير ادي الاف عبارة ايه. شوير انا ننساش. طيب. بص كده معي بقى. في واحد ما هو ستيتين على قلب. من المعطلة اولين يا جماعة يطلع ايه? يطلع اتنين في تاول مقصوم على ايه? على اوض. صح ولا لا? يو في واحد ما اسفل اتنين على قلب من اول معطلة تطلع اتنين في تاول مقصوم على اوض. طب من المعطلة التانية. يو واحد ما اسفل اتنين على قلب. تطلع ايه? تمانية ميو في في زاد على تربية. كده انا قربت. كده اقربت. ليه? بص كده معي. ابتديت اربط الشير سترس بايه? في بالك انا في الاخر عايز اطلع عنقام من اف ورانومز نمبر. صح ولا لا? الاف ده اللي مشير سترس اللي واهمة. ده اللي من ايه? من رو والاور والميو. انا اقرق. بس انا مش عايز تاور. انا عايز ايه? اف صح ولا لا? وبالتالي انا هشيل التاور دلوقتي واحط ايه? اف مضروب في رو وفي زاد افرش في البيع ما اقسم على كام? انا ده من? انا اعمل الكلام. يبقى دي اتنين على اره? مضروف في تاور اللي هو رو في في زاد افرش. تربية بقسم على كام? بقسم على تاور التاني. ادي الاتنين ارهو. ودي التاور اللي هو رو في تربيع مقسم على كام? على تمال. ده بتسوي كام? تمانية على اره تربية. بصت كمان هاتلي الاف افتحي وودي كل الترمات ايه? النهاية بتاني. يطلع لعندي ايه? هادي الاف. هتسامن. بص كده معي. تمانية في تمانية? 4 و 60. 9 معنا اتنين. 32. يبقى الترم ده وده وده خلاص. تمام. ايه تاني? الفيزة تقبلش تربية مع الفيزة تربية مع الفيزة. والار مع ايه? مع التربية. يفضل عندي ايه بقى? عندي اتنين وتلاتين. وعندي ميو هنا. مقسوم على ايه تحت? عندي رو في في زات ابرج في ايه? في ار. خد بالك بدلالة الار ولا بدلالة الديامتر? رو في دي على ميو بدلالة الديامتر. صح او لا? فالار عبارة عن ايه? دي على اتنين صح? دي وده هتساوي. تمام? اتنين وثلاثين اتنين على رو في زات ابرج دي واتطلع علي الاتنين فيين? واتطلع علي الاتنين فوق. اتنين في الاتنين وثلاثين تديني اربعة وستين. رو في زات ابرج دي على ميو. اللي هو? يبقى اصدت في الاخرين. الف يتساوي اربعة وستين على ميو. اه? واضحة كده? يبقى العلاقة اللي انتم كنت تستخدموها في سنة تانية. given. الف يتساوي اربعة وستين على ميو دلوقتي اثبتناها باستخدام باستخدام تمام? يبقى دي علاقة اجزاك ولا ابروكسيما? تمام? العلاقة دي اجزاك كورميلا اربعة وستين على صالحة للمنال فلو انسايد ابرج. ماشي يا جماعة? كده النهاردة اخدنا اخر في كده غطينا تلاتة اتنين كارتزيان وواحد ايه? وواحد آآ هنقف على كده ونبدأ الشابتر الجديد ان شاء الله المحاضرة الجاية دي. شوفتوا الوزول جديد.